موسيقى تحية لكم مشاهدين و اهلا بكم الى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع مجلة نيوزويك التي نشرت تحقيقا بعنوان ان تكون طبيبا في سوريا يعني ان تنتظر الموت حيث ناشد عمال الاغاثة السوريين المجتمع الدولي القيام بالمزيد لحمايتهم من الهجمات القاتلة وضمان امن المساعدات سوف تصل الى اولئك الذين هم في امس الحاجة اليها قائلين ان بيانات الضعم بحاجة الى ان تترجم الى واقع ملموس متحدثا في اليوم التالي في القمة الانسانية العالمية في اسطنبول قال رئيس منظمة طبية داخل سوريا بان الناس ينقلون المستشفيات الى باطن الارض و الى الكهوف لان محاولات المجتمع الدولي لوقف لاجمات ضدهم قد فشلت وقال زيدون الزعبي رئيس اتحاد الرعاية الطبية ومنظمات الاغاثة التي تنشط في سوريا ان تكون طبيبا داخل سوريا يعني ان تنتظر الموت وصرح لوكالة ثومسون رويترز بدلا من انقاذ حياة الناس عليك ان تقلق طوال الوقت على حياتك انت لان الطبيب هو الهدف الرئيس للهجمات الجوية حوالي العشرة الاف طبيب غادروا سوريا وحوالي الالف فقط هم من تبقوا في مناطق المعارضة كما قال الزعبي الذي اضاف الجميع يعلم ان المستشفيات هي اأمن مكان في العالم في اوقات الحرب ولكن في سوريا تعتبر من اخطر الاماكن عندما حاول احد المستشفيات بناء منشأة تحت الارض قرب ثكنة للجيش السوري الحر طلبت منهم المعارضة المسلحة مغادرة المكان قائلين ان وجود مستشفى في المكان يعني انه سوف يقصف وقال الزعبي الذي اجبر على الخروج من سوريا عام 2013 الضربات الجوية تستهدف المستشفيات تحديدا وليس المسلحين وبالانتقال مشاهدين الكرام الى صحيفة ستاري التركية نقرأ مقالا لرسول توصون بعنوان هل نحن مجبرون على تحمل غرور الغرب اشار فيه الكاتب الى وجود ستين مليون شخص في العالم اليوم يعانون من اثار النزاعات المسلحة ومن مائتين وثمانية عشر مليون انسان يعاني من اثار الافات الطبيعية وتكلف هذه المعاناة الانسانية ما يقارب ثلاثمائة مليار دولار ولهذا تم اختيار تركيا لاستضافة مؤتمر الانسانية العالمي الذي تقيمه الامم المتحدة تركيا ليست من الدول السبعة الاكثر تطورا جي سبعة وليست دولة نفطية غنية لكنها الدولة الاكثر سخاء وانفاقا للمساعدات الانسانية مقارنة مع قوتها الاقتصادية وتقوم تركيا بانشطة تتعلق بالمساعدات الانسانية والتنموية في مائة واربعين دولة لتصبح تركيا بوابة للمظلومين في هذا العالم تركيا استضافة ثلاثة مليون لاجئ وانفقت عليهم اكثر من عشرين مليار دولار لانتظار اي شيء من اي احد وبالرغم من كل ذلك ينتظرون منها ان تخضع لهم من خلال تقديم وعد بدعم مقداره ثلاثة مليارات دولار نجح رئيس الجمهورية اردوغان خلال خطابه في القمة وخلال المؤتمر الصحفي بأطاء العالم دروسا في الانسانية وتحدث بصورة واضحة وجلية بخصوص موضوع تشيرات واللاجئين فهل نحن مجبرون على تحمل غرور الغرب وفي الصحيفة ينشفق التركيا نقرأ مقالا ابراهيم قراجول بعنوان الهاء تركيا بداعش وفتح المجال امام بيكيكي اشار فيه الكاتب الان التوقيت بان مقاومة تركيا لداعش بدأ فورا بعد انتهائها من مقاومة مبادرات الاحتلال الداخلي وجهوا المجموعة الى تركيا واعموها بالحرب لقد اطلقوا المشهد المجهز في السيناريو والذي يلي مشهد البيكيكي مباشرة لان البيكيكي تعبت وتراجعت فكان من اللازم يحل داعش مكان البيكيكي والهدف هو الهاء تركيا فترة اخرى مع داعش لكي لا تلتفت الى تلك المنطقة فترة اخرى ولكي تجهز الخرائط وتنفذ وبذلك سيصلون الى هدفهم الاصلي فهذا هو السيناريو الجديد اذا ماذا سيفعلون هؤلاء حينما نقاوم داعش سيقومون بعمليات مرة اخرى مع البيكيكي داخل سوريا وسيوسعون مجالهم عن طريق البيويدي بتركيزهم في اماكن داعش المفرقة ونحن سنلتهي بمقاومة داعش في حين تركيز البيويدي هناك اليست البيويدي شركة امريكا في عمليات سوريا لم تقم امريكا بمد البيويدي بالاسلحة الم تعلنها على انها الحريفة ان كنا جميعنا حلفاء ضد داعش فايضا البيويدي هي من ضمن الحلفاء على الاقل انها شركة امريكا والان التركية والبيويدي مشتركتان بمقاومة داعش وماذا سيحصل بعد ماذا سيحصل بعد ان تأتي مرحلة لملء الاماكن التي افرغها التنظيم انتبهوا الى هذه النقطة فانهم سيركزوا على البيكيكي هناك وليس المعارضة التي تدعمها تركيا هناك من يشتت الفكرة السياسية التركي وهناك من يخرب تدخلات تركية في تلك المنطقة وهناك من يخدعنا بكل ذكاء الفخ لن يجهز من قبل الخارج فقط بل من الداخل ايضا ان لم نضع عقولنا في رؤوسنا فبعد كم سنة سنشهد انتحارنا بايدينا وفي موقع عربي 21 نقرأ مقالة داود البصري بعنوان مذبحة الفلوجة الهروب الى الامام اشار فيه الكاتب الى ملف استعادة السيطرة على قضاء الفلوجة القريب من بغداد الذي تعتبره الحكومة العراقية مصدر خطر حقيقي لامن وامان العاصمة العراقية واكد الكاتب بان الحكومة العراقية تهابت حصونها ومواقعها امام الجماهير الشعبية المنطفضة لم تجد بدا ولا وسيلة للسيطرة على الاحتجاجات ومنع تواليها الاسبوعيا الا من خلال تصعيد اطار المواجهة ومحاولة استعادة السيطرة الكاملة على الفلوجة وحزام بغداد وصار في انتباه الجماهير عن الاصرار على المطالبة بالاصلاح وهو هدف صعب المنهل وتوجيه الهم الوطني نحو مسألة اخرى ومختلفة كان يتم الاعداد لها منذ فترة من خلال مراقبة تصريحات قادة الميليشيات الطائفية العراقية التي تبدو متعجلة تماما لانهاء الوضع في الفلوجة بما يتناسب وتوجهاتها الفكرية والطائفية فجميعنا يتذكر ما صرح به قبل شهور قائد الحجد الطائفي هادي العامري حول ضرورة ما اسماه بسحق رأس الافعى في الفلوجة فكان قرار حكومة حيدر العبادي بالتوغل بعيدا في الفلوجة وهو قرار خطير وغير مسؤول ولا يمكن اتخاذه بهذه الدرجة من العجالة فالفلوجة تظل رمزا شاخصا لمرحلة عراقية صعبة اعقبت الاحتلال الامريكي عام 2003 وكانت عنوانا لمعارك اميركية رهيبة مع المقاومة الوطنية جعلت الامريكان خلالها وبعدها وحتى اليوم يستعدون ذكريات الحرب الفيتنامية والواقع ان العبادي لا يمتلك سيطرة ولا مقدرة ولا قيادة تمكنه من السيطرة على تصرفات قادة الحشد لكونهم لا يتلقون الاوامر منه بل من جنرال الحرس الايراني قاسم سليباني الذي حرص على الحضور والوجود ميدانيا اثبات لقوة الدعم الايراني لمعركة الفلوجة ما يجري لا يبشر بالخير ابدا وحكومة العبادي تهرب للامام فالادارة وادارة المعركة في التغيير والاصلاح تكون عبر المغامرة بسفك دماء عبثيا بل بسياسات مسؤولة تنزع فتيل الموقف المتفجر وهذا لن يحدث ابدا مجازر مؤسفة في الطريق ونختم حلقتنا مع موقع اورينت نيوز ومقال باسل العودات بعنوان ايران والسوريون الكفرة اشار فيه الكاتب الى وصف وزير الدفاع الايراني حسين دهقان فصائل المعارضة السورية بالكفار والمرتدين قبل بضعة ايام واكد ان الحرس الثوري الايراني والميليشيات الطائفية التي تدافع المراقد اهل البيت في سوريا يقومون بواجب ديني ضد هذه المعارضة وكان يقصد عموم الشعب السوري الثائر ضد النظام الذي سلم مصير البلد الايران تترافق هذه التصريحات مع حشد ايراني لعشرات الالاف من مقاتلي الحرس الثوري الايراني ومثلهم من مقاتلي الميليشيات الطائفية العراقية واللبنانية بشمال سوريا ووسطها مقاتلون تواقون لتلطيخ بذاتهم العسكرية بدماء الاطفال السوريين فيما يحاصر عشرة الالاف من موريدي ايران مدن عراقية بهدف ابادتها وجعل عاليها وسافلها قربة لله كما يقولون لا يخجل الايرانيون بان يقولوا انهم يثأرون لاحداث دينية تعود لأكثر من 1300 سنة خلت ولا تخجل رجالاتهم ان تقول ان الصراع في سوريا هو صراع بين الحسين ويزيد وان هذا الصراع سيبقى قائما حتى يقضوا على احفاد احفاد الاخير يعتقد الايرانيون انهم هم وحدهم للاسلام ويتقمس داعمهم ومؤيدوهم في سوريا وغيرها هذا الفكر ليصبح كل من يقف بوجه ايران او ينتقدها كافر يجب قتاله وابادته وكل من يؤيد سياساتها ويؤمن بولاية الفقيه هو من مؤمنا صالح طريقه مفتوحا نحو الجنة يمكن تجاوزا فهم الحوامل الفارسية لسياسات ايران في المنطقة وكذلك الهداف القومية لحروبها لكن ما يمكن تبريره او غض النظر عنه استخدام اليات لا اديولوجية طائفية حربية تدميرية الشاملة لتحقيق هذه الاهداف لكن ما لا ينتبه اليه ايرانيون هو ان هذه السمامة الطائفية التي تكفي وحدها لتدمير المنطقة ستدمرهم في مرحلة لاحقة لاعتبارات تتعلق ببنية بلدهم العرقية والمذهبية الهشة جدا بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة